تقف إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وعبر إمكاناتها البشرية المؤهلة وبأجهزتها الفنيات المتطورة كمراقب يلاحق مختلف التجاوزات التي يتم ارتكابها من خلال كل وسيلة من وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة الزميل محمد الرشدات والتفاصيل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية تقف بإمكاناتها البشرية ذات الكفاءة العالية وبأجهزتها الفنية المتطورة كمراقب يلاحق بعينيه مجمل التجاوزات التي يتم ارتكابها عبر كل وسيلة من وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة تجاوزات قد تتمثل باختراق أو إساءة أو نقل لإشاعة باطلة المآرب بثوب إلكتروني رديء كريه المضمون والتفاصيل لتتوجه الإدارة نحو تعقبه والكشف عن شخصية من يرتديه هذه الغرفة معدة بتقنيات عالية وفيها كوادر مؤهلين ومدربين لمعرفة جميع أنواع وسائل التواصل الاجتماعي وكشف الملابسات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك معرفة الجرائم الممكنة والكلام المباح قوله والكلام الممنوع قوله وكذلك الكشف عن جميع الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت مكتوبة أو مرئية أو كانت فويس يتم إرساله من خلال الواتساب أو أي وسيلة أخرى وتحليل هذه المعلومة إن كانت إشاعة كاذبة فيتم إعداد أو نص بلاق ويتم اتخاذ الجراءات القانونية في حق مرتكب هذه الجريمة إلى الآن منذ أزمة الكورونا تم وضع 88 نص تم رساله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إلى بلاق جنائي وتم إرسال 55 بلاق إلى النيابة العامة لاتخاذ الجراءات القانونية اتجاه مرتكبي هذه الجرائم طبعا إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من أهم الأجراءات التي تقوم بها الوقاية من الجريمة ومن خلال الوقاية من الجريمة تقوم الإدارة بإعداد دورات تدريبية والظهور في وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والراديو وذلك لتوعية المجتمع بالجرم الإلكتروني المشهود بإشاعة أو إهانة أو استغلال أو قرصنة يضبط الأسود متلبسا بفعلته النكراء وبجريرته التي أصابت خصوصية وأمن الأفراد والجماعات وانتهكت محيطهم من خلال لوحة مفاتيح لحاسوب آلي أو عبر جهاز اتصال لاسلكي تم استغلاله بغير القالب المحمود الذي أنشئت من أجله الغاية العلمية وراء اختراعه لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة